عرضنا صعب كتير صعب علي أقول صباحك قول صباح ماذا بس صعب يا روحي ترى هذا كان من أول حب بحياتي يعني بس راحة لواحد الله يوفق أيا ويا عمين عنده ثلاث أولاد منه قاعدين هنا وين حسيتي تك ضرب معك النجومية وين بكاسك يا وطن مسرحية كاسك يا وطن وامت حسيتي أنه أنا صرت على المستوى العربي هو لما نعرضت مسرحية كاسك يا وطن انتشرت بالعالم العربي كله وصاروا العالم يحكوا باسمي صباح على أيامك كان في معهد عالي فنون مسرحية ولا موسيقية ولا شيء كيف دخلت الفن بسبب سامية مثلا سامية هي فتحت لي الطريق لأني أدخل على الوسط الفني أنه أختي ممثلة وأنا من زغرتي شيطاني وبحب الرأس والغنى والتمثيل وكنت فاشلة كثير بالمدرسة بس شاطرة بحصة الرأس فوجود إختي سامية شجعني وخلاني إلا واترجعها أنه يا الله يا سامية خليني فوت ومثل وهيك دخلت فنون شعبية بالأول وبعدين صرت انتقل خطوة خطوة للتمثيل طيب التمثيل أحيانا في في تراجيدي في كوميدي في سايكولوجي في كتير أدوار مركبة أحيانا بيكون فيها شيء من الشخص وأحيانا ما في يعني أنت مخلوقة ما عندك لقم كيف بدك تصير لقيمة مثلا كيف تتقمص لشخصية حدا لقيم يعني بحاول فوت بالشخصية أد ما بقدر لأقدر أطلع من حالي وأعمل الشخصية مثلا بسومية بالزمن كتير عزبتني لأنه كتير بعيدة عن شخصيتي هلأ انت كحماية قوية عن جد ولا دك تسألك انت قوية ولا مقوية بنت كنتك عم تقول مقوية أصلا بنا عنا الحماية وعنا الكنة وعنا بيت اللحمة وعنا الجيران جايبين العالم كله نحنا بنجي باكتج هيك مع بعض سؤالي مو إلك هلأ سؤالي لرشا وانت قاعدة مع أمك هلأ كيف بتوصفي أمك بصدق يعني ما بعرف قديش بحس أنه أنا محظوظة أول شيء أنه أنا بنتا بس هلأ أحضرت طبعا دايما هاي الفكرة ببالي وببالي الكل أنه نحنا عايشين يمكن ننسى أحيانا معقامة فنية كتير كبيرة ومن عاملة كماما يعني في خط رفيع بين الستار صباح وماما اللي هي ماما اللي متل أم الكل أمي حدا كتير طيب وحنون وسادق واللي بقلبها عراس لسانة ما بتعف تخبي بس نموزج بيطعب كتير بالحياة كتير ما هي ما بتعف تخبي ما بتعرف تلبس أقنعة ما بتعرف تمثل بحياتها يعني بحياتها الطبيعية شبهك إلا بيحملك شيء لما سنكوني ماشي بالطريق الناس أكيد هذا أحلى شيء يمكن أنا ورسته بحياة انتي لمين طالعي يا حلوة طالع لأمي ما طالع لأمك هديك طالع لأمك انتي ما تشبهي هلأ وقت شفت التقرير ما حسيت أنه أنا بشبهها لا بمرحلة مرحلة الصبا سمك بلحسك والباحث الاجتماعي وكتير طرف تشبهني يمكن أنا عن جد بشبهها من جوا لماما كتير طيب لو قلتلك توص في أمك بكلمات نقطة ضعفة أصدك أنا شبح السلة هي نقطة ضعفة هي الحقيقة كل شيء تاني وهم الله هي أبوكي شو لك هان رباح بابا الأمن والأمان ما فينا نحكي عن بابا وماما أيها أيها رائعي رائعي طيب صباح هأسألك شيء هلأ أسئلة سريعة شو رأيك أنا فاشلة بالسريع بطيعة على أنه أسئلة بطيعة